هذا وحققت مملكة البحرين العديد من الانجازات في كافة القطاعات وخصوصا القطاع الاسكاني لسيما انجاز الانتهاء من تنفيذ التوجيه الملكي السامي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية وانطلقت وزارة الاسكان بعملها سيرا على توجيه سوى رؤى عاهل البلاد المفدة ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بهدف تنمية وازدهار الوطن وتحقيق الانجازات المتوالية 40 ألف وحدة سكنية وخمس مدن إضافة إلى 40 مشروع من مشاريع المجمعات السكنية شملت جميع محافظات المملكة تنفذ من قبل وزارة الاسكان والتي أنجزت الكثير من الخطط والمبادرات الاسكانية في فترات زمنية متقاربة أتت ضمن أهداف برامج الحكومة هذه القفزات النوعية في وزارة الاسكان أتت إثرى التوجيه الملكي السامي من قبل لدن جلالة الملك المفدة والاهتمام البالغ الذي أولاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذا القطاع لما له من أهمية في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي استطاعت الوزارة أن تحقق عدة إنجازات منها الشراكة البناء مع القطاع الخاص وبرنامج مزايا الذي وفر حلولا تمويلية ميسرة لحوالي عشرة ألاف مواطن حتى الآن وهو العدد الذي يعادل مدينتين إسكانيتين بالإضافة إلى مبادرة بناء المطورين العقاريين لحوالي 2500 وحدة سكنية تعاون بناء تحقق على أرض الواقع وروح الفريق الواحد كانت واضحة في هذه المسيرة الزاخرة بالإنجازات التي سارت عليها وزارة الإسكان لتحقيق الأهداف المنشودة بكل حرفية واتقان ترجمة نانسي قنقر